ساكم الله بالخير اليوم السبت موضوعناك العادة السياسي كل سبت ظهر الشيخ تميم أمير قطر قبل قرابة شهر في كلمة ألقاها أمام مجلس الشورى القطري ذكر فيها أن أي تجارب يجب أن تكون مدروسة وأن سوينا تجربة على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وثبت أن هذه التجربة غير ناجحة وأن أي تعديلات تقوم بها الدولة يجب أن تحقق المصلحة العليا للدولة وأن تعزز قيم العدل والمساواة بين أفراد المجتمع القطري وذكر أن الانتخابات أول ما عزمنا على أن نقوم بها كانت تجربة وذكرت أني سوف أراجعها ونطالع نقيم إيجابياتها وسلبياتها طبعا الانتخابات جرت بعد أن تعطلت فترة طويلة من سنة 2003 وقرت انتخابات في الدستور القطر ولم تجري الانتخابات إلا في سنة 2021 وكان الشيخ تميم طبعا هذا الكلام الذي ذكر علنا أنه كان هو صاحب هذه المبادرة وأصر على أن تقوم الانتخابات لأنها موجودة بالدستور وما يريد أن يبقى أي شيء بالدستور لا يطبق والمعلومة التي أعرفها لم يذكرها الشيخ تميم أنه كان متحمس جدا لإجراء انتخابات منذ أن كان وليا للعهد وكان يلتقي بعض الشخصيات ويقول لهم تحضروا لانتخابات قريبة ووشيكة رح نجري انتخابات وهذا كان في آخر أيام ولايتها للعهد يعني قبل لا يحكم يمكن بشهور قليلة وذكر طبعا سبب رغبته في أن تتوقف الانتخابات وأراد إشراك الشعب بهذا القرار وأجرى استفتاء شعبي عام تم الاستفتاء طبعا الشعبي العام بنسبة وافقت أكثر من 90% على إلغاء انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وقال هذه تجربة أول ما قريتها أتاني بعض المخلصين وعارضوا أن تقوم هذه التجربة ولكن أصريت على أن نقوم بهذه التجربة ونقيم إيجابياتها وسلبياتها فوجدنا أن لها تداعيات على المجتمع القطري والتداعيات هذه كانت تداعيات على الأعراف القطرية بسبب التنافس اللي حصل بين القبائل والعوائل بالانتخابات وأنها أثرت على تقاليدنا وعلى التماسك المؤسساتي ووصلت إلى مراحل بأن اتخذت طابعا لا قبل لنا به فطبعا كما هو معلوم أكثر التجارب الانتخابية في المنطقة متأثرة بالتجربة الكويتية والتجربة الكويتية وصلت إلى مرحلة تعدت يعني كل المهل وكل الفرص اللي يمكن أن تعطى وتمنح وأثبتت التجربة بما لا يدع مجالا للشك أنها سبب في تعطل التنمية وسبب في كل النزاعات الاجتماعية بين القبائل وبين العوائل والتراشق في الكلمات ورفع سقف الانتقادات وتكسب الانتخابي ومحاولة استقطاب الناخبين عبر رفع الصوت العالي لدرجة حتى تجاوزت القيم والأعراف والقوانين وكل شيء وأعتقد أن قطر رأت أن الأمور تتجه بهذا المسار بمسار الديمقراطية الكويتية اللي تم إيقافها طبعا بجهود مشكورة من سمو أمير بلاد الشيخ مشعل أحمد وبتأييد شعبي عارم ورأينا كيف صارت عجلة التنمية وكيف ساد الهدوء في المجتمع الكويتي وكيف ساد القانون وكيف تمت المحاسبة بالقانون فعلا وليس قولا ولا القانون أصبح لا يخضع للمساومات ولا المماحكات التي تتم في مجلس الأمة والصفقات السياسية وعندما رأت قطر من خلال تجربة أنها في غنى عن هذا المسار في غنى عن هذه الانتخابات حيث حققت التنمية وحققت الرفاهية للشعب وحققت أمن واستقرار وغفزات تنموية هائلة بدون انتخابات وبدون مماحكات وبدون شد جذب وبدون تمزق مجتمعي فقالت نحن في غنى عن هذه وخذنا التجربة وشفنا شون تحول المجتمع القطري إلى هذه المماحكات وهذه الأمور التي أثرت على طابعنا وأثرت على مجتمعنا وصار في شد وجذب بين العوائل بعضها البعض وكذلك القبائل يبقى نوقف عندي رغبة أن نوقف هذه الانتخابات تعالوا يا شعب قطر خلونا نعمل استفتاء عام والاستفتاء العام في الديمقراطيات هو أعلى مستوى على الإطلاق أعلى شيء الاستفتاء العام يغير كل شيء يغير الدستور يغير البرلمان يغير هو أعلى من البرلمان وأعلى من كل سلطة في الديمقراطيات فطرح أمير قطر الموضوع على استفتاء عام مباشر للشعب والشعب قال كلمته مؤيدا لأمير قطر وألغوا الانتخابات وقبل قطر قامت مملكة عربية السعودية بانتخابات بلدية وحدث نفس الشيء تمزق اجتماعي وشدوا جذب وأخذوا رد بين القبائل وعنصرية بغيظة وأفخاد وعوائل وما إلى ذلك وشعارات يعني تتجه نحو تمزيق المجتمع لذلك لم يتم إعادة هذه التجربة والتجربة ودول خليج بشكل عام كلها قامت نهضتها وقامت تنميتها على يد أسر حاكمة سببت أو كانت سببا في قيادة أو قادة دولها وكانت سببا في الأمن والاستقرار والتنمية والرفاهية التي تعيشها شعوب الخليج بفضل الله ثم بفضل قيادات الدول الخليج والأسر الحاكمة في دول الخليج من غير انتخابات بل أن الانتخابات كما هو معلوم وهو ظاهر سبب في تأخر التنمية في الكويت لأنها أعطت صلاحيات أكثر من غيرها التجربة القطرية والتجربة السعودية لم تعطي صلاحيات بقدر الصلاحيات الكويتية وإنما ومع ذلك حصل تمزق وتشرذم وشدوا جذب وأخذوا عطاء وبداية انتخابات حصل فيها مظاهرات هي مظاهر نادرة الحصول في قطر وحصلت بسبب الانتخابات ونحن في الخليج مجتمعات متقاربة السمات ومتقاربة الأعراف والأعراق وبين صلة قرابة وتشابك في النسب والدماء وكل شيء قريبين جدا من بعض ونشبه بعض في السمات وفي الطابع العام فبالتالي ما حصل في الكويت يمكن أن يحصل في أي دولة أخرى لذلك رأت هذه الدول أن الأمور تتجه بمسار الذي اتجهت إليه الديمقراطية في الكويت الديمقراطية في الكويت أخذت منحة أو أخذت حرية تكاد تكون مطلقة وحرية أكثر حتى من الديمقراطيات في الدول المتقدمة ديمقراطيا حيث لا يسمح هناك بانتقاد أي شخص بدون أي دليل واتهام فلان بأنه حرامي وفلان بأنه سارق وفلان بأنه فاسد من دون أي دليل وهذا حصل في الكويت وتم توجيه اتهامات من دون أي دليل ولم يقم عليها أي دليل حتى الآن وكل المحاسبات التي تمت لمسؤولين كبار من رئيس وزراء ووزير داخلية ودفاع ووكيل وزارة داخلية وغيرها ومن أبناء أسرة الحاكمة في الكويت كلها تمت خارج إطار مجلس الأمة وليس مجلس الأمة هو الذي كشفها الحكومة نفسها وقدمتهم للمحاكمة وحققت محاكمة عادلة وتمت هذه الإدانات وهذه المحاسبات برقابة حكومية وبتقديم من الحكومة تقديم هؤلاء للعدالة وطبعا مع محاولات للشوشرة في مجلس الأمة ومحاولات تتقطيع على مسؤولين آخرين ونذكر شون كان يعني البعض يغطي على مسؤول في التأمينات تمت إدانته وآخرين يغطون على وزير آخر أو أكثر من وزير تتم محاسبتهم الآن هذا كله كان يتم في إطار الديمقراطية والاستخدام الخاطئ للديمقراطية الديمقراطية استخدمت أسوأ استخدام في الكويت وأصبحت دليلا لا يدع مجالا للشيك أن كلما زادت جرعة الديمقراطية كلما تعطل التنمية وكلما زاد الفساد وكلما أصبحت هناك حماية للفاسدين لذلك كانت هناك رؤية واضحة من قطر وتقييم للأمور بأن الأمور تتجه المسار الذي اتجهت له الكويت واللي الحمد لله الكويت الآن يعني خرجت منه وهناك تعديل على الصلاحيات وتعديل على هذا المسار مع الإبقاء للمشاركة الشعبية ولكن بصلاحيات مختلفة وبعالية مختلفة يعني تقلل من التداعيات السلبية التي استغلها البعض لممارسة الفساد باسم الديمقراطية أعتقد أن هذا هو سبب توقف الانتخابات في قطر برغبة من أميرها الشيخ تميم وبتأييد شعبي فاقة التسعين بالمئة بين تسعين إلى ثلاثة وتسعين بالمئة لا أعرف يعني الرغم بدقة ولكن قلت أكثر من خبر هناك تسعين وتسعين يعني بين الرغمين لكن أيضا تعتبر هذا تأييد عارم وتأييد كبير جدا وتحية للشعب القطري الذي أيد قيادته بهذا القرار الصعب والقرار الصحيح والقرار الذي يؤيده كل ذي عقل رأى نتائج الانتخابات وكيف أثرت على المجتمعات في الخليج ترجمة نانسي قنقر